موسيقى موسيقى مصر تعرف عن خالص التعازي والمواساة لجمهوريات الصين في ضحايا الفيضانات موسيقى واشنطن تشدد على أهمية دول الاتحاد الأفريقي للحد من الصراع والتوسط في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي موسيقى موسيقى ومنظمة الصحة العالمية تتوقع أن تصبح السلالة دلتا من فارس كورونا هي الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة موسيقى الرابعة صباحاً الأثانية بتوقيت جرانيتش مجازون إخباريون جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بحضراتكم مشاهدين الكرام أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهوريات الصين الشعبية الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء جراء الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان وسط البلاد ما أسفر عن عشرات الوفيات والجرحة هذا وعبرت مصر في بيانة الوزارة الخارجية عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكل المصابين كما أكدت مصر حكومة وشعباً تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الصين الصديقة في هذا المصاب الألم شدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من اللاصراع وتوسط في أزمة سد النهضة الإثيوبي جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي فليكس تشيسكيدي وبحسب بيانة الاستفارة الأمريكية بالكونغو فأن الجانبين أعربوا عن التزامهما بالعمل معاً حتى تتمكن جمهورية الكونغو الديمقراطية من تسخير إمكاناتها نحو الاستمرار في مسار إيجابي بأزمة السد كما شدد بلينكين خلال الاتصال على قلق الولايات المتحدة الأمريكية البالغ إذا أتدهور الأوضع الإنساني في منطقة تيجري بإثيوبيا توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح نسخة ديلتا المتحورة من فيروس كورونا السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر القادمة وقالت منظمة أنه من المتوقع أن تحل متحورة ديلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة لتصبح السلالة المهيمنة وأحصت أن منظمة تسجيل نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف إصابة جديدة بكورونا خلال أسبوع بزيادة نسبتها 12% عن الأسبوع السابق وتوقعت منظمة أن يتجاوز العدد التراكمي للحالات المبلغ عنها منذ بداية الوباء في أنحاء العالم 200 مليون في الأسبوع الثلاثة القادمة قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن إدارة اللاصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد يأتي ذلك في منطقة الرئيس التونسي تجميع المواطنين يوم عيد الأطحى لتلقي التلقيحات وذلك بعد يوم من إقالة وزير الصحة فوز المهدي على خلفية التدافع الذي حصل بمراكز التطعيم ضد كورونا تأهلت اللعبة نوران جوهر إلى المباراة النهائية لبطولة العالم لسكواش المقام حاليا في شيكاغو لتلحق بالمصنف الأولى نور الشربيني وتضمن مصر بذلك الفوز بالبطولة هذا وتأهلت نوران جوهر إلى اللانهائي بعد الفوز على الفرنسية كاميل سيرم بثلاثة أشوات مقابل لا شيء كما فازت نور الشربيني على الأمريكية أماندا صبحي بنفس النتيجة لتحقق رقما قياسيا بالصعود إلى نهائي بطولة العالم للمرة السادسة على التوالي يواجه المنتخب الأولمبي لكرة القدم نظيره الإسباني في التاسعة والنصف من صباح اليوم الخميس ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في مستهل مشوار الفراعنة بمنافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الأجنتين وأستراليا ختم الله مجز مشاهدين الكرام المزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت أكسرانيوز دوت تي في كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب شكرا لحسن المتابعة في أمان الله